يا اهلا وسهلا حبيب الحلوين وحشتوني اوي اوي من القصة اللي فاتت جاي النهاردة وجايبالكم قصة جديدة كالعادة مشوقة جدا بس المرة دي مختلفة تماما فيها مشاكسات كتير ومتأكدة ان انتو هتحبوها اوي يلا بسرعة قبل ما نبدأ حلقة النهاردة عايز اعرفكم اني قناتي التانية قصص وقعية بنزل عليها على طول قصص كاملة زي روايات ايمان بالزبط بنزل عليها قصص صحيدي ورومانسي قصص حلوة جدا وكتير وهتعجبكم اوي كل اللي مشتركش فيها يروح يشترك بسرعة ويلا بسرعة شدو حلكم علشان قنات روايات ايمان هانت وخلاص قربت تدخل على المية الف مشترك بسرعة كل اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل صلو على النبي ويلا بينا نبدأ روايتنا بتتعمي مين اللي روح اتجوزها اتجوز واحدة ولا عرفها ولا تعرفني وكمان تربية البندر لا ابوك شكلك دي بيقول اي كلام وخلاص البت دي لو اتجوزتها هوريها اسود ايام حياتها فاهم اني مستحيل اتجوزها ولو ابوك صمم وركب دماغه يبقى البت دي هتعيش اسود حياتها معاي فاهم في القاهرة في احدى البيوت الكبيرة جدا الراكية قوي كانت واقفة بطلتنا لافندر كانت متعصبة جدا وبتبص الباباها بكل غضب باباها بقى الاستاذ محمد صاحب شركات كبيرة جدا لكن اصله صحيدي وكان بيعرض عليها الجواز من ابن عمها علشان المصالح تكون واحدة وهي دي عادات وتقاليد الصعيد بص بقى يا بابا انا مستحيل اتجوز واحد صعيدي ليه هو انا مجنونة اروح اتجوز واحد بلدي زي ده مستحيل اوافق بص يا بابا انا عارفة انك عايز تجوزهولي علشان مصالحه بس انا بقى مش هتجوز جواز مصلحه وبعدين يا بابا العادات والتقاليد اللي بتقول عليها دي تمشي على اي حد تاني غيري انما نروح اتجوز واحد زي ده ليه واحد بلدي وجاهل لا مش هتجوزه يوه اسمعيني بس يا لفندر ايه كلام بس يا حبيبتي اللي انت بتقوليه ده انا مستحيل يا حبيبتي اجوز الجواز مصلحه ها انا بجوزهولك لان احنا عندنا العادات والتقاليد كده وانا حابب انت واختك تتجوزه بالعادات والتقاليد انا عمري ما هلاقي احسن من فهد الصعيد ده يا حبيبتي بعد كده هيكون العمدة بعد ابوه بعد عمر طويل وبعدين ده بيحل مشاكل البلد كلها ومسمينه كبير كمان يا حبيبتي ايه دي بس وما تتصرحيش انا عايزك بس تقعودي معي وتتكلمي معي جاهزي نفسك هنسافر النهاردة الساعة 7 على المغرب ومشي والدها اما بقى لافندر كانت متعصبة ومتدايقة جدا وما كانتش عارفة تعمل ايه يوه برضو يا بابا مصمم علشان اروح اتجوز واحد معرفوش ولا هو يعرفني بني قدم بلدي زي ده انا مش عارفة اصلا يا تره هيكون شكله عامل ازاي الجهل اللي انا فيه ده معقول انا انا اتجوز واحد معرفوش وما شفتوش دخلت سهيلة اختها وكانت مستغربة ومش عارفة ايه اللي بيحصل لان سوت لفندر وكمان باباها كان سوتهم عالي جدا وجايب الاخر البيت في ايه يا بنتي انت سوتكو عالي قوي كده ليه تنا طلع على السلم خفت وقلت هلاقي الشبابيك بتتكسر والنجف بيتداشدش والسراير بتترمي في كل مكان قلت اكيد انت وبابا بتتخنقوا من تدماخوا ما بتركبش مع بعض ابدا ما بتريحيش دماغك قوليلي انت المالك مكتئبة كده ليه وبابا عاوز منك ايه وليه سوتكو جايب لاخر البيت بصراحة انا كنت مكسوفة من الخدم اسكنتش بقى سيبيني في حالي شفتي باباك يا ست عايز نيعمل فيه ايه هعايزني اروح اتجوز ابن عمي الصعيدي في الصعيد وكمان بيقول هنسافر النهار ده الساعة سبعة بصي بقى انا زهد ومش هتجوز البني قدم ده يعني مش هتجوزه يعني ايه احنا عايشين في الكارن الكام احنا علشان يجوزني قصبا عني ايه دي يا ستي شفتي بقى ابوكي وعميله المهببة احي يا بوسوسو احي بتهزاري بقى لفندر بنت الناس الاكابر اتروح تتجوز من الصعيد ابا ده هيكون درب نار بصراحة انا نفسي اشوفك في الكوشة وانتي لفسك جلبية وقام بعريسك وهو كمان لامس جلبية ياي ايكون منظركم يجنن انا بقى هاخد الصور دي وانشرها لكل اصدقائنا على الفيسبوك هي السلام اوعدك انك عدتطلعي ترند ايه رأيك بقى اخرسي ماسمعش صوتك انتي بني قدمة ما عندكيش اي احساس وعديمة المسئولية انتي كمان هتيجي معنا النهار ده يا ستة هانم هتروح اتجهز شنطتك وان شاء الله يخصبوك على الجواز من اخوه انا عارفة ان هو ليه اخ تاني يلا خليني اشمت فيك انا كمان انتي واحدة متخلفة وعدمت المسئولية اتفضل يا ستة هانم غوري من قطي ومشوفش خلقتك النهار ده خالص طيب ياختي انا ماشي من القوضة وانا ايه اللي جابرني علنا فيه ده يا ماما ده كانت هتكلني ده انتي شرسة ربنا يصطرها على الصعيد منك شكل كده هتكليه اعوذوا بالله البنات جهزوا شنطهم والساعة سبعة بالزبط العربية كانت جهزة واخدهم باباهم ومشي بيهم في الطريق للصعيد لفندر كانت متعصبة وقلبها كان بيدق اجامد جدا وكانت متوترة وخايفة جدا من اللي هيحصل انها تتجوز شخص ما تعرفوش يا اهلا يا محمد يا خويا اخيرا بجلك سنين مجدش الصعيد اتوحشتك اتوحشتك جو يا حبيبي اللي جولي انت عامل ايه بصراحة بجا هقاني من زمان وكان نفسي تيجي السعيد هنا علشان تبشر امورك بنفسك يا خويا مهما ان كان احنا مصلحتنا واحدة وبالله هيحصل الفترة دي ان شاء الله المصلحة هتكون وحدة للحياة عندك حق يا حسين يا خويا انت كمان وحشتني قوي بصراحة انا كمان كنت مشتاء قوي اجل الصعيد وعندك حق اللي هيحصل الفترة الجاية دي ان شاء الله المصلحة هتكون وحدة طول حياتنا خلاص بقى لما نجوز الولاد هاكيد مصلحتهم هتكون وحدة بصراحة انا كمان فرحان اني جيت الصعيد واني شفتك تاني يا حبيبي كنت وحشني كنت وحشني قوي يلا احنا مش هندخل بقى نقعد جوه ولا ايه بصراحة انا تعبان قوي من السفر تصدق يا لفندر الصعيد دي طلعت بلد جميلة قوي شفتي الزرعة والخضرة كل حاجة اخضر فاخضر اللهو المكان حلو قوي حتى القودة اللي احنا قاعدين فيها دي كنت متخيلة بقى ان البلد مقرفة وكمان البيت بتاعهم مش نظيف ومش حلو زي ما بشوف في الافلام لكن بصراحة ده بيت جميل قوي حتى الغرفة بص حلو قوي قد ايه ممكن حضرتك تنقطين بسكاتك عجبتك الارض وعجبك البيت خلاص اتجوزي انت العريس الصعيد الجاهل وان شاء الله هتكونوا لايقين على بعض واقعودي جنبه في الكوشة والبس الجلبية زي ما قلتلي وقتها هزغرطلك من هنا البكرة بقولك ايه ممكن تبطلي تفاهة واسيبيني في المصيبة اللي انا فيها فعلا متخلفة صدقت وانا بقول عليك كده قبع من وشي وان نزلت لفندر كانت بتتمشى في الجنينة لانها ابتدت تحس انها مخنوقة جدا وحس ان محدش حاسس بيها انها تتجوز شخص ولا يعرفها ولا هي تعرفه وكمان من الصعيد وفجأة وهي بتتمشى لقيت حد كان هيخبطها بالعربية ايه ده ايه ده هو انت متخلف انت عمى ولا ايه هو انت مش شايف اني ماشية اه شكلك كده اللي اشتراها لك مكنش يعرف انك مبتعرفش تسوق بقولك ايه بعد كده باركب ندارة اه منتو جاهلة هنا في الصعيد ولا بتعرفوا تسوقوا ولا بتعملوا اي حاجة في حياتكم انا مش عارفة واحد زيك ركب عربية زي دي ازاي ايه قلة الحية وقلة القدب اللي انت بتقوليه ده اه ما هو واحدة زيك عني مش عارف هو ايه اللي جابها الصعيد انت اللي زيك مكانهم في الكبرهات مش مكانهم هنيه ابدا عني مش عارف انت جاي هنيه تعملي ايه بس عني مش هرد على واحدة زيك وانزل مستوية ليكي روح شوفي حاجة تسطرك نعم يا اخويا بتقول ايه بقولك ايه ملكش دعوة بلبسي خليك في حالك انت مين اصلا ايه جوزي خطيبي ما عرفكش وانت ما تعرفنيش يبقى ملكش حكم عليا وملكش دعوة بيا وبعدين انت زيك تكلمني بالاسلوب ده وكبري ايه اللي انت بتقول عليه انت شكلك فعلا متخلف انا حسة ان كل الناس اللي هنا جهلة وما بيفهموش اي حاجة فهدرك بعرابيته وما ردش عليها ومشي على طول لفندر اسلوبه ده وعلشان سبها ومشي اتعصبت منه كمان وكمان فهد روح على البيت ودخل قطه كان بيشرب السجار بتاعه هو متعصب جدا من كل اللي حصل النهار ده معاه كان بيفكر يا ترى مين البنت دي وازاي اهلها سامحين انها تمشي في وسط الصعيد باللبس ده دخل عليه منصور وده يكون اخو فهد الصغير كان جايله لانه مستغرب انه دايما لما بيروح البيت لازم يعدي على قطة منصور الاول خير يا فهد مجيت ليش ليه انت كل يوم اول ما بترجع بتجي لي على قطتي على طول وبنفضل نتحدث للصبح وبعدين بتروح قطك علشان تنام الا قول لي انت شكلك متعصب كده ليه برضو تخنيكت مع ابوك علشان موضوع بتتعمك دي اللي عايز تتجوزها بصراحة بجا انا شايف انك غلطان شايف انك لازم تتجوزها وفيها ايه يعني يا ابني انت مجنون اتجوز مين لا مستحيلة وافج اتجوز واحدة زي دي بقول لك ايه سيبك من الموضوع دي المهم ان انا النهار ده واني ماشي بالعربية كنت اغبط واحدة ماشي في الشارع بس عامل ازاي استغفر الله العظيم لبسة وكأنها مش لبسة 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 مصخرة جوي انا مش عارف بيت مين من اهل الصحيد دي وازاي يسمحوا لها تمشي باللبس المصخرة دي في الشارع بصراحة انا مش عارف ملهاش ابن عم ملهاش اخ ملهاش ابن خالة علشان يقول لها اللبس دي مايصحش في الصحيد انا مش عارف هتجنن واعرف من دي وكمان طولت لسانها علي وما قدرتش ارد عليها انت عارف اني ماينفعش ارد عليها انت عارف اني ماينفعش ارد علي الحريم احنا تربينا عليك دي بس بصراحة انا متضايق قوي منها ومش عارف لو شفتها تاني انا ممكن اعمل فيها ايه انا ممكن اعمل فيها اللي محدش يتوقعه بس اعرف مين اهلها علشان يكون معاهم حديد تاني خالص وساعتها ممكن اطردهم من البلد معجول اللي بتقولوا دي يا فهد في حد يقدر يمشي كده في وسط الصحيد كلتها دي جبروت باجا مش عارف معجول هتكون يعني من عيلت ابو جبل اصلا نعرف يعني ان عندهم بيت بتهم يعني عايشة في امريكا بس بيقولوا برضك اول ما بتجي هناه البلد بتلبس محترم زي يعني بنات البلد اللي هناه مش عارف تعالوا يا ولاد عمكم وصلهم بألف سلامة انتو مع الاسف ما شفتهوش باجا لكون مدة كبيرة جوي علشان هو منزلش البلد من زمان لما بناتو كانوا لسه صغيرين وفهد باجا كان دايما يجي وارا لفندر بالمسدس اللعبة المية ويفضل يقول لها البس يا بيت الجلبية وتحشمي ولفندر ما كانش بيعجبها القلع عندك حق يا خويا كانت اجمل ايام حياتنا ايام ماموها كانت عايشة الله يرحمها اني سمتها لفندر على اسم امها ما انت عارف ان هي اصلا من السعودية انا تجوزتها وقعدت معايا هنا فترة في السعيد ومعجبهاش الحال علشان كده ودتها على مصر هي كمان لفندر طالع شبه مامتها نسخة تبكي الاصل علشان كده سمتها لفندر وفجأة دخلت لفندر علشان تسلم على عمها وتشوف ولاد عمها لكن المفاجأة اللي حصلت ايه ده انت كيف جابك هنيه بقول لك ايه انت جاية هنيه تعمليلي مشاكل ولا ايه اتفضلي خرجي برا من هنيه ولا شوفيلك اي حاجة استوري نفسك بيها ما يصحشتك في جدامنك ده وبعدين انت جاية لهنيه عايزة مني ايه ها عايزة تكمل اخناج انا مليش كلام مع حريم اللي اتنين صوتهم عالي جدا وابتدوا يتخنقوا مع بعض بصوت عالي وهم اللي اتنين ما كانوش يعرفوا انه هم اللي اتنين ولاد عم وانه هي دي العروسة المنتظرة وانه هو ده يكون عريس لفندر وابتدوا صوتهم يعلى جدا واللاتنين كانوا بيتخنقوا والجميع كانوا في زهول تام ما حدش فيهم كان فاهم اي حاجة تماما اخرص ما تجيبش سرتي على لسانك انا لبس لنا عوزة هو انت مين انت تقرب لي اصلا طبعا يقرب لك يا بتي هو ده فهد والد عمك وانت يا فهد تكون دي كمان لفندر بتتعمك يا ولدي ايه اللي انت بتقوله ده ما يصحش ابدا هي اي نعم يعني لبسها مش مظبوط ومش ماشي مع العادات والتقاليد اللي هنا بس معلش انت تفهمها كل حاجة واحدة واحدة ما هي قد تكون مرتك وانت يا لفندر فهد هيكون جوزك خلاص وقربنا خلاص نكتب اللي كتاب اهدوا يا ولاد انتوا بتتخنقوا كده ليه انتوا تعرفوا بعض يعني عن نفس ما يشرفنيش ان اعرف واحدة زي دي جابلتها في الشارع وهي بلبس المسخرة دي وفضلت تزعج فيه كأني واحدة صاحبتها وبتتحدث معاها يعني ما يشرفنيش ان اتجوز واحدة زي دي يعني اسف يا عمي الكلام اللي هقوله دي ما يصحش ان اقوله جدامك بس بنتك مش متربية واني مستحيل اتجوز واحدة زي دي اللي شارع كله وكل الناس شافت لحمها يعني مرتي لازم تكون لحمها غالي مش لحمها رخيص زي دي يعني اسف مش هتجوز البت دي فهد بعد ما قالي الكلام ده سبه وممشي اما لفندر كانت بتزعق وتقول تعال هنا كلمني كلمني زي ما بكلمك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده شايف يا بابا شايف اللي حصل معايا كل ده وعايزني برضو اتجوز البني ادم ده ده ولا محترمني ولا محترمك بص بقى انا بقى مستحيل اتجوز البني ادم ده انت حر عايز تجوزه جوزه لسهيلة عادي جدا انما انا مستحيل اتجوز البني ادم ده مستحيل انت شايف بيكلمني ازاي وبيقول علي انا لحم رخيص طيب انا هوريه ومشيت لفندر وهي متعصبة تماما اما الجميع كانوا في زهول تام مش فهمين اي حاجة كالعادة وبعدين طلعت سهيلة وكانت بتقول هي بنت اللي انت عملتي ده حطيتي بابا فوضع سيء جدا بصراحة انت اسلوبك كان وحش قوي وسودك كان عالي وبصراحة انا كمان ابتديت اتكسف من اللبس ده لاني لقيت هنا كل بنات الصحيد لابسين لبس محترم محتشم جدا ولابسين بكم واحنا الوحيدين اللي لابسين اللبس ده بصراحة انا شايفة ان عنده حق هم اغدين على منظر معين ما ينفعش احنا ننزل باللبس ده اكيد هيستغربونا وبعدين تعالي هنا وقوليلي انا بصراحة شايفة انه مز على الاخر انت هابلة يا بنتي في حد يرفض يتجوز المز ده ولا اخوه اخوه كمان زي الامر تحس انهم رجالة بشنبات كده مش العيال الفافي اللي عندنا هناك في البلد بقولك ايه نصيحة مني ليكي فقري وبعدين يا بنتي ده حمش دي اسمها حمشانة يا مجنونة شفت شفت جلة الحية وجلة الرباية معجول عني على اخر الزمن اروح اتجوز واحدة متبرجة زي دي لا مستحيل اتجوزها مستحيل ابو كتجنن في مخو يوم مجال ان انا اتجوز واحدة زي دي اتفرج علي البلد كلتها عائلات البلد كلتها يتمنوا انهم يناسبوني عني باجا لما اجتجوز اتجوز واحدة زي دي تقف تردحلي كده جصاد البلد كلتها ولحمها اللي كل الرجالة شافوه لا هاني مستحيل مستحيلة وافج على الجوازة دي مستحيل يا ابنيه ده بس انا عايز اقول لك حاجة ان هما يعني بالنسبة لهم الحاجات دي عادي جوي يعني هما من مصر ومصر باجا عندهم الحاجات دي عادي خالص احنا اللي عندنا يعني متحكمين حبتين بس انا عارف انها مؤدبة ومتربيا انت عارف عمك بيربي بناته كيف بس هي محتاجة يعني تتزبط حبتين وانت باجا البرقة فيك هتزبطها واحدة واحدة يا ابني ازبط ايه هي مكنة انت مجنون لا مش هزبطها ولا اجي جنبها هي باجا تروح تدور لها على عريس من هناك من مصر يروح يتجوزها علشان يكون لابس زيها كده ولا يكون لابس شورت زي العيال الفرفير انماني لازم اما تجوز اتجوز وحدة تكون محتشمة ومحترمة وتسني وتسن علتي واسمي يعني مش موافق مش هتجوزها مهما حصل البت دي مش عجباني كانت قاعدة في الجنينة وتتفرج على الفون بتاعها منصور شافها من البلكونة وهي قاعدة في الجنينة لوحدها علشان كده نزل وقرر ان يقعد يتكلم معيها اني اسف اني جيت يعني اتحدت معاك اني عارف ان فيه سوق تفاهم كبير جوي حصل النهاردة بس ما تجلجيش اني مش متزمت جوي زي فهد فهد عصبي حبتين بصراحة اني جاي اتحدت معاك علشان نشوف اي صرفة ولا نعمل اي حاجة علشان هما الاتنين يتجربوا من بعض ويحبوا بعض عندك حق انا اول ما شفتك قلت عليك كده برضو انك مش متزمت زي فهد بس بصراحة انا عارفة ان احنا غلطانين اللبس اللي احنا لابسينه ده ما كانش يصحى ابدا نلبسه في الصعيد احنا بنعتذر انا بعتذر كمان يا بطن عن لفندر بس بصراحة فهد يعني بهدلها وقال لها كلام ما يصحش انه يتقال بس انت شكلك غيره تماما عندك حق هو جال كلام ما ينفعش انه يتجال وبالنسبة اني غيره فاني غيره في كل حاجة ما تجلجيش يا سهيلة انا وانتي لازم نهدي الامور تهدي الامور من ناحيتك واني كمان اهدي من ناحيتك علشان الدنيا تمشي وعلشان هما الاتنين يتجربوا من بعض شوية واحدة واحدة هيحبوا بعض اوهدك ايوة حسنين ايوة ايوة تعالوا لي تحت في الجنينة عايز اتحدث معاكم حبتين عصلي مخنوك جوي النهاردة بجلنا كتير ما تحدثناش مع بعض ها ايوة انا مستنيكم ياه اخيرا جيتولي نورتوا البيت بصراحة انا مش جادر يعني اخرج معاكم علشان اجده وجلت نقعد هنا في الجنينة وانا لحدت براحتنا في الوقت ده دخلت سهيلة اللي اتصدمت اول ما شافت لفندر باللبس ده كانت لابسة لبس مكشوف جدا مبين كل تفاصيل جسمها سهيلة كانت مستغربة ومش فاهم اي رايحة فين ايه ده اللي انت عاملة في نفسك ده هو انت لابسة ميوه هو انت نزلة البحر انا مش فاهم حاجة بقولك يا لفندر اتقي شر فهد انا عارفة انك عايزة تستفزيه وانك مستحلفاله بس مش بالاسلوب ده قوي قوي حد يشوفك بالمنظر ده قولي لي واعترفي دلوقتي حالا ايه الخطة اللي في دماغك وانت لابسة لبسة ده ورايحة بيه على فين هجننه هشعلله انا بقى اتحديت الشخص ده وانا مش هسيبه اللي ما يقول حقي برقابتي لازم اخليه يكسف قدام صحابه انا استنيت ان صحابه جم تحت وموجودين في الجنينة وانا بقى هنزل اسلم على ابن عمي الصعيدي واسلم على صحابه كمان وفيها ايه يعني قوع من وشي يا لهوي شكلها ليلة مش معدية ربنا يسطر منك يا لفندر ده فهد لو شافها بالمنظر ده مش بعيد يتخها فهد كان واقف بيتكلم مع صحابه وفجأة لقاهم متنحين في ايه ملكم متنحينك ده ليه اني بجول كلام خارج الطبيعة ولا ايه في ايه واول ملف وشه اتصدم تماما اول ملأة لفندر لابسة لبس ده فتح بقه على الاخر وعينه وفجأة صحاب الرجالة ده كانوا مدورين وشهم علشان ما يشفوش المنظر ده فهد ضرابها وشالها على قديل لتنين وتلع بيها بسرعة على قدتها وكان عمال يزعق فيها جامد جدا ويقول اوعي تفتكر انك هتستفزيني باللبس المسخرة اللي انت لبسها ده خدي بالك عاني مش زي يا بوكي مش هسكتلك من هنا هو رايح تلبسي لبس محترم وما شفكيش باللبس ده تاني اوعي تقول ان لا مليش حكم عليكي من هنا ورايح لي حكم عليكي ولول كنت بقول مش هتجوزك اني باجه هتجوزك وحتى لو انت مش حبة اني هتجوزك غصبا عنيكي علشان اخليك تحترمي نفسك اللبس المسخرة اللي انت لبسها ده ما ينفعش معنا هنا في الصعيد ولا برا الصعيد انت بتعمي يعني انا المسؤول عنك انا هندمك على القلم اللي انت ضربتهولي ده قدام الناس انت ملكش دعوة بيا انت تخليك في حالك انت تروح تحكم اي حد من عيلتك الا انا انا ملكش علاقة بيا وبعدين انت اصلا ما تجوزتنيش ومش هتجوزك هو ايه بالعافية انا بقى مش هتجوزك ولا عمري في حياتي بص الواحد زيك والبس اللي انا عوزا وهلبس اكتر من كده كمان وهنزل قصاد الناس كلها انت خليك في حالك وملكش علاقة بيا وبعد كده لما تيجي تتكلم معي هتتكلم بأدب وما تلمسنيش اللي خلك تشلني بالمفزر ده قدام الرجالة بقولك ايه انت ملكش علاقة بيا ومش انت بتقول ما ينفعش اصلا تتجوز واحدة زي انا كمان ما ينفعش تتجوز واحد زيك خليك في حالك وابعد عني اني هتجوزك غصب انا عنك فهمة واللبس ده تلبسهولي في قطي الواحدة مش للرجالة مفهوم لفندور كانت هتقع وفجأة شالها فهد على ايدي وهم الاثنين لأول مرة يبصوا في عيون بعض بدون مشاكل وهم الاثنين كانوا سرحانين في بعض ونسيوا كل المشاكل وبعد مدة طويلة انت حلوة حلوة جوي بس جمالك ده المفروض يكون لي انا الوحدي وده من حقي لكن ما يصحش ان اي حد غريب يشوف جسمك جسمك ده حاجة غالية جوي يعني لازم تكون لجوزك انت جمالك ده لازم يستخبع من الناس تلاتها عندك حق انا اسفة يا فهد وبعدين سبها ومشي لكن لافندر النظرة دي والكلام اللي بحنية وبطيبة دخل جوه قلبها والاول مرة تحس ان قلبها بيدق اجامد جدا اول ما فهد قرب منها وكان بيكلمها بحنية يا بنت انت مجنونة برضو نفسي لفي دماغك وروح تنزلتي باللبس ده والله العزين تستهلي كل اللي هيعمله فيكي فهد يا حبيبتي انت دلوقتي في حكم امراته احنا كام يوم وخلاص كتب الكتاب هيتكتب يا موكوسة سيبك من كل الكلام ده انا انا كنت هقع وبعدين لحقني وشلني على ايده الاتنين وقال لي كلام حلو قوي قال لي اني حلوة وان المفروضة لبسله هو الوحد واللبس ده وان ماينفعش اي راجل تاني يشوفني بالمنظر ده بصراحة هو راجل قوي وشهم ووسيم قوي يا سهيلة بصراحة يعني يجنن اخيرا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله انت طلعت روحي يا شيخ اخيرا اعترفتي ان دي تكون رجولة ما يكونش سيطرة ولا اي حاجة الراجل المحترم بجد اللي يخاف على حبيبته ويخاف ان اي حد حتى يجرحها ولو كانت بنظرة يا حبيبتي انت لحمك غالي قوي ولازم تدريه ماينفعش تمشي كده في وسط الرجالة وبعدين احنا في الصعيد انا مبسوطة قوي ان قلبك بيدق في الوقت ده فهدي كان واقف على الباب وكان سامع كل كلامهم مع بعض وفهدي كمان قلبه كان بيدق اجامد جدا والاول مرة يحس ان مشاعره ابتدت تتحرك اتجاه لفندر خير يا فهدي انا يعني شايفك مبتسم بجلك كتير جوي ما شفتش اللي ابتسامة دي يا رب اللهم اجعله خير انا جالبي بيقول لك ده ان ان شاء الله هنسمع خبر حلو جوي جريب الا جولي ايه اللي حصل انت ابتدت تحبها صح انا جالبي بيقول لك ده انك هتجع في حب بالتعمك ايوة يا منصور جوي هي اي نعم لسانها طويل حبتين تلاتة تلاتة مين اربعة خمسة ستة بس معلش اني هستحمل لسانها بس بصراحة هي شكلها طيبة جوي ومحترم عندك حج اني اني مش حارف مش حارف حملت فيه ايه امبارح حسيت انها انها دخلت جوه جلبي وقعدت كمان وفجأة وهم قاعدين مع بعض في الفرندا لقول بنتين دخلين ولبسين محترم جدا ولبسين لبس مقفول اللي اتنين كانوا مصدومين تماما ايه ده محجول ايه الحلوة دي انت طلحت زي الجمر على فكرة انت كده احلب كتير من اللبس اللي كنت لبساه اللول انت حلوة حلوة جو يا لفنتر واني بشكرك لانك اتغيرتي وبتديت اتغيري من حالك علشان خطر انا لفنتر انت حلوة حلوة من جوة وحلوة من برا انا فرحان جوي النهاردة علشان سمعت كلامي فهد انت عندك حق في كل كلمة قلتها لي اللبس اللي كنت بلبسه ما كانش صحة ابدا لنلبسه انا بعد كده هسمع كلامك في كل حاجة تقولها لي انا من ايدك دي ل ايدك دي ولو عايزني اتنقب كمان هتنقب المهم ترضعاني ايه الحلوة دي يا سهيلة انت زي الجمر النهاردة بصراحة انت طول عمرك زي الجمر بس لما لبستي محتشم زي انت جمال انا من اول ما شفتك واني جلبي يعني بينبوت جوي من اول ما يشوفك انا عايزة اسألك سؤال انت حسة بالمشاعر دي ايوة بصراحة كده انا كمان حسة بالمشاعر دي من اول يوم شفتك فيها بصراحة يعني حسة انك راجل كده وشهم يعني الرجالة هنا مختلفين تماما بصراحة يعني يا منصور انا كمان من اول ما شفتك وانا مشاعر اتحركت وفدلوا صهرانين مع بعض فترة طويلة وهم عمالين يتحكوا ويهزروا مع بعض وكمان قربوا من بعض كمان وكمان الاربع بعدها بيومين بالزبط سحيوا البنات من النوم سموا صوت زغريط واغاني مالية لبيت كله واول ما نزلوا تحت لقوا منصور وكمان فهد مسكين بوكهين ورد ومستنيينهم في الجنينة لفندر انا حبيتك حبيتك جوي من كل جلبي لفندر تتجوزيني انا مش عايز عادات وتقاليد انا عايزك تتجوزيني لاني حبيتك واني كمان حبيتك جوي جوي يا سهيلة وطالب يدك للجواز لو تقبلي تتجوزيني انا وانتي نتجوز في نفس اليوم هل يتجوزوا فيه فهد و لفندر موافقة اما البنتين جريو وهم الاتنين كل واحدة جريت على عرسها وكانوا فرحانين جدا من كل قلبهم وموافقين طبعا على الجواز لانهم حبوا بعض بجد واخيرا جيه اليوم الموعود واخيرا فهد اتجوز حبيبته لفندر وكمان منصور اتجوز حبيبته سهيلة والاربع شباب كانوا فرحانين جدا بالجوازة دي وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيون وكتير بنات وبكده تكون نهاية روايتنا السحيدة يا رب بتكون عجبتكم اتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وكمان تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعار اول ما ننزل قصة جديدة وعايز اقول لكم كمان اني بحبكم قوي وكل اللي طلبا منكم انكم تشجهوني باللايقات كتير والشير في كل مكان علشان انزل قصص كتير كمان وكمان كل يوم واتمنى تشجعوني نوصل للميت الف مشترك بسرعة في اقرب وقت الكل يشترك من كل مكان واتفعلوا زر الجرس علشان الاشتراك يكون كامل وعلشان يوصل لكم اشعار اول منازل قصة جديدة وهستنى ارأكم في الكومنت وتقولولي يا طار عجبتكم الرواية ولا لا وعايزين الرواية القادمة تكون بتتكلم عن ايه وكمان يا ريت تقولولي اسماء ابطال تكون جديدة جدا القاكم في الرواية جديدة يا اجمل اخوات في الدنيا مع السلامة أشهر اشتركوا في القناة